موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وابناء وابنات طلبة وطلبات الصف الثالث الادادي اهلا وسهلا بكم النهاردة حلقة مهمة جدا من حلقات مراجعة ليلة الامتحان ليه الحلقة النهاردة مهمة جدا لان احنا النهاردة هنحل ست امتحانات اخطر ست امتحانات وان شاء الله الامتحان بتاعكم مش هيطلع برا الامتحانات دي وهنحل نمازج وزارة وهعرفكم ان شاء الله ليه الحلقة النهاردة مهمة وهقول لكم بالدليل ليه الامتحان مش يطلع برا الامتحانات دي في اخر الفيديو تعالوا الاول نركز في الست امتحانات اللي احنا هنحلها ونشوف سبب اختيار كل اجابة ايه الامتحانات اللي احنا هنحللها النهاردة شباب هم الست امتحانات بتاع كتاب الويرك بوك بتاعكم هنحلوهم النهاردة نركز فيهم نركز في كل اختيار نعرف الاختيار ده اخترناه ليه في القواعد نركز في كل حاجة احنا اخترناها وفي اخر الفيديو زي ما قلتلكم هقولكم انا ليه متأكد مليون في المية ان الامتحان مش يطلع برا الامتحانات دي تعالوا نشوف الاختبار الاول رأس السؤال طبعا الاجابة الصحة هتكون ليه سيليبريتد؟ لان السؤال اللي فو ده سؤال مبني للمجهول في زمن المضارع البسيط عرفت انه انه في زمن المضارع البسيط اولا من is فو ثانيا عرفت انه انه مبني للمجهول لان شم النسم اللي هي بعد الفاعل is طبعا ده مفعول مش فاعل فان هنا لازم اختار الفاعل في التصريف الثالث اختيارات طبعا الاجابة الصحية هتكون تقول لي ليه وما تبقاش بالرغم انه عندي فوق كلمة وذان بتاتي مع ومع طبعا انا عندي الكلمة اللي بعد النقط اللي هي كلمة دي كلمة تعد جمع واللي بيجي مع المعدود فيور وليست لاز نمبر ثري اختيارات طبعا الاجابة الصحية هتكون ليه لان دي برضو جملة مقارنة بين حاكتين عرفت منين عرفت من كلمة اللي موجودة فوق في الجملة طيب انا ليه انا خدت مور ماخدتش لاز لان ترجمة الجملة بتقول ان الناس غالبا بتشرب مية اكتر لما يبقى الجو حر عن لما يبقى الجو بارد نمبر فور اختيارات طبعا الاجابة الصحية تكون اللي هو يعني ترجمة الكلام الجو مش حر على الشط لان فيه نسمة لطيفة نمبر فايف اختيارات طبعا الاجابة الصحية تكون ترجمة الجملة برضو بيقول ان المطعم اللي موجود في الكتاب الشديدة ده توصية جيدة نمبر سيكس انا مش عارف ازاي اوصل لمنزلك يريدك تبديني اتجاهات اللي امتحان الثاني اختيارات طبعا الاجابة الصحية تكون ليه شود وير لان هو بيقول ان الجو برد وعاصف النهاردة لما تخرج برة يجب ان انت ترتدي معطف اختيارات طبعا الاجابة الصحية عندنا هتكون ليه فيو لان بعد النقط عندي فوق كلمة كلمة معدودة جمع مفيش اي اختيار من الاختيارات اللي تحتينفع معاها غير نمبر ثي اختيارات طبعا الاجابة الصحية هتكون ليه لان الجملة دي مبنية للمجهول في زمن المضارع البسيط طبعا في زمن المضارع البسيط عرفت من وعرفت ان هي مبنية للمجهول من فطبعا هاختار الاختيارات الصحية نمبر فور طبعا الاجابة الصحية هتكون هاستل احنا خدنا طبعا يوث هاستل اللي هو نزل الشباب نمبر فايف اختيارات طبعا الاجابة الصحية هتكون بريزيرف اللي هي بيقول ان الملح بيستخدم عشان يحافظ على الاسماك والطعام الاخر نمبر سيكس اختيارات طبعا الاجابة الصحية هتكون اللي هو يعني المدرس طلب مننا ان احنا نكتب وصف لزيارتنا للمتحف اللي امتحان التالت نمبر ون اختيارات طبعا الاجابة الصحية هتكون ليه لان احنا عارفين ان الفعل يجايف من الافعال اللي بتتبع بمفعولين المفعول اللي بيبقى بعد الفعل مباشرة هو المفعول العاقل لما يبقى بعده المفعول الغير عاقل بدون حرف جر فهنا يبقى فاضل معانا دي الاجابة الصحيحة نمبر تو اختيارات طبعا الاجابة الصحية هتكون لان الجملة هنا جماعة احتمال مش اكيد هو بيقول في زحمة مرور النهاردة كتيرة هو مش متأكد ان هو هيتأخر او لا واحتمال نتأخر ممكن زحمة المرور تفك فهيبقى فيها احتمال للتأخير نمبر ثري اختيارات طبعا الاجابة الصحية هتكون فاكرين المقدرة وعدم المقدرة في الماضي كانت واز او وير زائد ايبل تو ذائد الفعل في المصدر فانا معايا ويرهيت فيبقى فاضل ايبل تو نمبر فور اختيارات طبعا الاجابة الصحية هتكون يعني من الضروري ان انت يبقى معاك جواز الصفر بتاعك لما تروح بلد تانية نمبر فايف طبعا الاجابة الصحية هتكون هارد ووركينج اللي هي جدة في عملها نمبر سيكس اختيارات طبعا الاجابة الصحية هتكون بلانتس اللي هي الكواكب يعني فيه 8 كواكب بتدور حول الشمس اللي امتحان الرابع نمبر ون نقطة يو سبيك انجلش وين يو وير سيكس اختيارات وير دو ايبل كود طبعا الاجابة الصحية هتكون كود ليه كود طبعا لان سبيك فعل في المصدر المقدرة في الماضي بس باستخدام كود زائد الفعل فين في المصدر نمبر تو امان سنت نقطة ان ايميل اختيارات for me me mine to me لسه ايلين حالا ان الفعل اللي بياخد مفعولين بيبقى وراه المفعول العاقل وبعد كده المفعول الغير عاقل بدون حرف جر زي الفعل جيف اللي احنا لسه حلينه حالا فدلوقتي انا معايا سنت برضو من الافعال اللي بتاخد مفعولين المفعول اللي هيبقى بعد الفعل سنت مباشرة هو المفعول العاقل لما يتبعوا المفعول الغير عاقل بدون حرف جر وانا ما عنديش حرف جر فوق يبقى انا فاضل عندي مفعول عاقل اللي هي مين الاجابة الصحية هتكون ليه ميت لان طبعا الجملة هنا مفهشت اكيد هي فيها احتمال الاجابة الصحية هتكون اللي هي المكنسة الكهربائية اختيارات طبعا الاجابة الصحية هتكون اللي هو اود ان ادعوك الى منزلي هذا السبت اختيارات اختيارات طبعا الاجابة الصحية هتكون لان احنا قلنا ان معناها صوت ادمي اللي امتحان الخامس اختيارات طبعا الاجابة الصحية هتكون بيينج بيينج بلايند اللي هي معناها كونك اعمى معناها ان انت مبتقدرش تشوف مينيبر نقط اختيارات اختيارات طبعا الاجابة الصحية هتكون هو ليه لان انا بتكلم عن عاقل فطبعا هي هو اللذي اولتي ليه العاقل وطبعا قبل النقط اللي هي الجار نمبر ثري طبعا الاجابة الصحية عندنا هتكون ليه هاف تو لان انا عندي فوق في السؤال استخدم الفعل المساعد ودد بتتبع بفعل فيه المصدر وعشان اجيب الفعل في المصدر ويبقى فيه فوق مصدر كمان يبقى انا عايز يبقى تكملة القاعدة كده هاف تو دو نمبر فور اختيارات طبعا الاجابة الصحية هتكون يعني خصم يعني مين خصمك في منافسة التنس او مصابقة التنس نمبر فايف حسن زفادر said that اختيارات بلانس سكور كنترول hit طبعا الاجابة الصحية هتكون كنترول اللي هو يتحكم فيه يعني والد حسن بيقول ان السيارة صعب ان انت تتحكم فيها بسبب الامطار نمبر سيكس اختيارات hand out hand up look up look out طبعا الاجابة الصحية تكون hand out واخد بالك او من hand out دي معناها يوزع يعني المدرس طلب مني ان انا اوزع الكتب على الفصل اللي امتحان السادس number one the museum not is near our school is always busy in the afternoon اختيارات who's who which where طبعا الاجابة الصحية هتكون which هتقول يا مستر ليه which احنا المفروض ناخد where عشان زي ميزيم مكان هقول لك لا لو كان فيه بعد النقط فعل لازم اجيب which لان where لازم تتبع بجملة كاملة يعني لو فيه بعد النقط جملة كاملة هجيب where طب ما فيش بعد النقط جملة كاملة وفيه فعل يبقى انا هجيب which حتى لو انا بتكلم على مكان number two نوع التلفزيون for a long time is not good for you اختيارات watch to watch watches watching طبعا الاجابة الصحية هتكون watching اللي هي معناها مشاهدة التلفزيون number three he not wash his hands before he eats اختيارات mustn't must have to hasn't طبعا الاجابة الصحية هتكون must must نصيحة قوية طبعا هو يجب عليه انه يخسل ايديه قبل ما يأكل number four you become not when you are 18 years old اختيارات an adult a soldier an opponent honest طبعا الاجابة الصحية هتكون an adult يعني انت بتصبح بالغ او عاقل لما يكون سنك 18 سنة number five the tourist did not speak arabic but we know it in english اختيارات handed out sit up communicated made up طبعا الاختيارة الصحية هيكون communicated اللي هي يتواصل يعني السائح ما بتكلمش عربي لكن احنا بنتواصل باللغة الانجليزية number six you need strong not to be good at most sports اختيارات physical muscles feelings memory طبعا الاجابة الصحية هتكون muscles يعني انت محتاج عضلات قوية عشان تبقى جيد في معظم الرياضات هندخل بعد كده على نموذج من نموذج الوزارة number one the school you told me about was a good not اختيارات display recommendation review information لسه حلنها حالا طبعا recommendation number two you not a coat it's very cold outside اختيارات wear should wear shouldn't wear can't wear طبعا الاجابة الصحية هتكون should wear ولسه حلنها حالا number three his car is broken and he needs someone to not it اختيارات repeat explain repair report طبعا الاجابة الصحية هتكون repair يعني عربيته اتعطلت ومحتاج حد يصلحها number four some students work on holidays to not some money اختيارات earn lose give waste طبعا الاجابة الصحية هتكون earn اللي هي بعض الطلبة بيعملوا فيه الاجازات عشان يكسبهم فلوس number five if the team played well they not the match اختيارات win one will win would win طبعا القاعدة بتاعة f دي هت مش عندك في الترمي الاولاني هي كت عندك في السنة تانية اعدادي فاحنا هنقول انت المفروض مطالب بيها بس انا هذكركم بها تذكرة سريعة قاعدة f دي حالة تانية لان بعد f طبعا بلايد فعل في الماضي فبيبقى جواب الشرط would والفعل في المصدر فيبقى الاجابة عندنا would win number six my uncle not leave in paris speaks french very well اختيارات who who's when where طبعا الاجابة الصحية هتكون who لان my uncle عاقل وطبعا ضمار الوصلة زي ما انتوا عارفين انه هو معناها الذي او التي للعاقل وما يانكل طبعا قبل النوقات عاقل يفضل معنا النموذج اللي انتوا شايفينه قدامكم ده النموذج التاني من نمازج الوزارة اللي هو النمازج المعتمدة من وزارة الترباء والتعليم انا هسيب لكم النموذج ده تحلوه وتسيبولي الاجابة بتاعته في تعليق تحت الفيديو تعالى بقى اثبتلك بالدليل ان ان شاء الله الامتحان بتاعك مش هطلع برا الست امتحانات دولت عايزك تلم امتحانات المحافظات كلها عايزك تلم نمازج الوزارة اللي نزلت الفترة اللي فاتت كمان بص على النموذجين اللي احنا حلناهم النهاردة بص كمان على النموذج اللي نازل في جريدة الجمهورية حتى النموذج اللي نازل في جريدة الجمهورية ده امتحان بالنص من كتاب التدريبات زي ما انتوا شايفين قدامكم هوا احنا لسه حلونه حالا معنى الكلام ده ان اي حد يا جماعة بيحط الامتحان دايما ما بيطلعش برا كتاب الوزارة فانا عايزك تركز على الست انتحانات دولت كمان لو لقيت اي اسئلة اختياري في اي مكان حلها مش هتخسر اي شيء لو قابلتك اي مشكلة ابعتها لي وانا هرد عليك ان شاء الله ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا شيروا لايك لو ما كنتش اشتركت في القناة اريد تشتركوا وتفعل زر الجرس اشوفكم على خير الحلقة اللي جاه في فيديو جديد جود باي